هيل عشان كده احساس ان انت يبقى معندك مدرب اصلا عادة يعني احنا ودي دايما كن نقطة واكيد حركة عشتها في الكرى المصرية في اهلي وزمالك واسماعيلي ومصر كل عندها انو الناس على السوشل ميديا جماهير في الشارع عايزين فران وعايزين فران فكان الاهلي والزمالك ممكن يخشوا هناك على لاعب اصلا اللاعب ده الكوالي بتاعه مش جيد بس عشان ده مطلب جماهير كنا نسمع الجملة دي دايما السبب من اسباب نجاح مدرب زي جوزيه مانو الجوزيه زي فريرا زي مدربين الكبار اللجوم وعملوا نتايج ايه ان هو ما بيسمعش قراره من دماغه قراره من دماغه الاداركة بتنفذ بتنفذ اللي هو عايزه وده اللي حصل في ناد الزمالك يعني فهو في هارموني بين المجموعة هي مجموعة نظام ومجموعة عمل كل واحد بيجتهد ان هو يعمل افضل حاجة بس كله في طريق واحد كل واحد عارف هو بيعمل ايه وعايز ايه ومين المفروض في ايدي القرار وهو طبعا راجل احنا بانت امرته السنة دي يعني في امره خلاص ما حدش تكلم يعني محدش خلاص ما ما نتلقش انا انت وشيط طريق حامد وابو جبل ومشيط أشرف بن شارق ونجم ومشيط كل اللعيب ولعيبة مصابة ولعيبة غايبة ومنكسب يعني فما حدش يتكلم معي ما حدش يقول لي مثلا نص اللعيب ده مهم ومش مهم تصريد الناشئين ودي في منتهى الخطورة خلي بالك لان تصريد الناشئين ممكن ان هو تحرق اللعيبة دي اللعيبة كويسة يعني معظم اللعيبة اللي طلعت في النادي الاهلي اللعيبة كويسة جدا بس التوقيت يعني توقيت زروف صعبة جدا لأي الصغير ده لازم على الاقل يبقى فيه خمسة ستة جنبه يساعدوه يسندوه داخل الملعب يدولو نصايح يبقى مركز اكتر ده اللي حصل بالنسبة لنا يعني هو حتى دخول اللعيبة طيب احنا كسل ربطة اللعيبة السهرة دي لعبت وكل مصر قالت عليهم لا يصلحوا صحيح الفرق ايه اللي حصل مع فريرة الفرق اللي حصل مع فريرة ان هو دفع باللعيبة سنة سنة فقوص اللعيبة الكبار واحد وقف على رجليه حسام عبد مجيد خلاص اللي بعده سيف اللي بعده النمار اللي بعده يعني ما خدوش هم الخمسة مرة واحدة داخل الملعب وده سبب نجاح من اسباب برضو اللي احنا بنتعلم منها حتى لو واحد مهما كبر ومهما يعني اسمه كبر لا بيتعلم في حاجات في اتخاذ القرار والشخصية والاسرار على القرار حتى لو انت ميت واحد قالك انه هو غلط سنة كابت اسماعيل انت دلوقتي بتقولي انك ممكن تتعلم من فريرة اه طبعا من كم يوم قلت انه يا جماعة فريرة مفروضة كل المصرات تستفيد منه وكلنا نتعلم منه ومدربيننا يتعلموا منه طبعا الدنيا قامت على ايه وما عادتش قلت عادي يعني راجل اولا هو بروفيسير اصلا هو راجل بيدرس بيدرس فده اصلا شغلانته بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا خبرات مش طبعية سالسا انه عنده ساكس ستوري عنده قصة نجاح واضحة فنتعلم منها مفيش مشكلة اي حد هيبقى متصلح مع نفسه وعايز يبقى في ارتفاع دايما او في زيادة دايما لازم يستفيد حتى انا استفيد منك وانت بتتكلم يعني فيه اه لأ ونستفيد من الناس في الشارع وكلنا كلنا طبعا مشايد اه كلنا نستفيد من الموقف استفدت منه كتير يعني الفترة الاولينية والفترة التانية طريق يعني اكون انت تتخذ قرارات في توقيت الدنيا كلها من الكهرباء وإقافة عندك قيد يعني مفيش استقرار في المواضيع وانت تصر وحتى تطلع ناشئ عنده 18 سنة يسد مكان النجم ده وتخاطر باسمك وتاريخك لا ربنا بيدي المجتهد واللي بيفكر واللي بيصر يعني هو ما بيقولش القرار من فراغ لا ليه دراساتك بحوالين القرار وبيدي فرصة واثنين وتلاتة بعد التلاتة حتى لو كان نجم العالم ما عندوش صغيره كبير فهو دي حاجة عادلة واللعيبة عارفة كده أو وصلها كده بعد معاشرة تلاتة اربع شهور في الاول برضو كانوا بيجسون تعرف الايف تكور طبعا أشوفك يعني هتسيبني عامل اللي أنا عايزه أو لا لا يعني فيه كذا موقف كده يعني لا خدنا منه دروس كبير سيف الجزيري لما جيه متأخر مبارات الاهل مبارات الاهل مبارة مهمة حد يقول انه هو ما يحطوش انت ما عندكش أصلا مجميء ما عنديش حد حد يقول كده انا محتاج اي لاعب لو اي حد مصري هي مشكلة بس للمداربين مصريين احترام الشديد ليهم طبعا فيه مداربين على مستوى عالي جدا وفيه ناس كسارة الدنيا السنة دي بس فيه تأثير بعض الشيء من اللي بيدور حوالين المستطير الأخضر هو الناس الأجانب اللي بتنجح والشخصيات الكبير مش كل الأجانب طبعا مش كل الأجانب طبعا يعني عندهم ضعف شخصية أقل بكتير طبعا الشخصية مهمة جدا طبعا ودي هتلاقي مشتركة في ميط في فريرا ما نقول كوزيف كالوش كيروش كيروش جروس هتلاقي ايه في الشخصية وبعد الشخصية حاولين المستطيل هو مالوش دعو بيه مفكرش فيه كتير يعني ما بيشغلش باله ان هو يطلع يبص على التليفون او قاله عدن اه مش فالي مع بقى ما فيش كلام ده بيهدر ستين في المية من جهد المدرب المصري اللي حوالين الملعب هو ما بيخليوش مركز جوه الملعب خايف يتغلب لحسانية جمهور لحسانية هيقولي لو ما خدتوش يعني وبصراحة كابت اسماعيل ده ما كتبش عليك يعني احنا علينا دور يعني مثلا لو الزمالك كان خس المباراة النادي لأهل ديتهم كانتش عارف يسجل لو ما كانتش عارف يعمل اي حاجة كان الناس يقولك يا عم عم انت ما عندكش لايه بقصرا مستفيد منه بعجبه ملايا فاكن انت الجمهة دي ده ما اتعجبه مش عارف ايه لو خسرت لو كسابت خاصة يبقى بربع عليك وانت خدت كار حازم او يعني عم كانت عالي